السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مجددا في برنامجكم أحلامنا الجميلة الذي يتكلم وعن بعض الرموز في الأحلام ونستقبل استفساراتكم وسيتم إن شاء الله التفسير على الفور نتكلم اليوم عن أمر من الأمور وهو أمر الهجرة في الرؤى والأحلام الهجرة في الأحلام إيه؟ تأويل الهجرة هو خير ولا شر الهجرة معنى الصفر معنى الانتقال الهجرة معنى ترك الوطن سواء كان بقصد أو بغير قصد بإرادة أو دون إرادة أو قيس على هذا المنوال النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث معنى سافروا تغنموا أي سافروا يأتي إليكم الخير الطيب الجميل فالصفر معنى انتقال من حياة إلى حياة أفضل وأحسن وأجمل الهيرة في المنام تدلل على التقاء الأحبة حتى أبل بعض من الناس أنت في شغف للمقابلة لهم الهيرة في المنام تدل أن صاحب البنام يتمتع بحسن الخلق والسدوك العالي عنده الأخلاق وعنده الكلام الطيب الجميل وعنده الرزانة في المعاملة مع الآخرين الهيرة في المنام تبين على الاستقامة أن صاحب البنام عنده استقامة صاحب المنام الذي يهاجر هو إنسانا عنده صفة التواضع ليس إنسان متكبر أو متعاري الهيرة في المنام إلى صاحب المنام دائما في معظم الأحيان يكون فيها الخير والراحة والسعادة والسرور لمن يهاجر في المنام الذي يهاجر في المنام يبين على تفريج الهم وتيسر الأمر والله جل وعلا يجعل وسيجعل من بعض العسر يسر ومن بعض الضيق سيكون الفرج الهيرة في المنام عندما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة الله جل وعلا أتى بالفتح العظيم فالليهاجر في المنام يدل إن ربنا سيفتح له أواب الخير واطرق الخير الذي يهاجر في المنام يبين بأن الله جل وعلا سيمن عليه بالنصرة سيكون إنسان منصور معنا أول اتصال أم فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم فاطمة بقولك يا شيخ أنا شفت إن أنا في عندي بيت خالي في البرندة وخالي تم توافق وهو وقفه زوجته اسمها مادة تمام بقى هي بتقول إنزيك يا مولا أنا مش هارف أردت عليها ولا إيه والرؤية تتكررت معي مرتين بس كده؟ لا معي رؤية تانية جل رؤية تانية حين دي أصلا أضغاص أحلام لا تفسير لها والله أعلم أو طيب الرؤية التانية شفت إن في واحدة اسمها واسق هي متوفية في الحقيقة نعم قالت بتقول لأ ألفت بنت عمي خدي الفرختين دول يتباحيهم بلمانيل ومنال دي أختها برضو تمام بعدين أنا شفت الفرختين دول مدبوحين مع أمي راح توضيهم بالفريزة تمام وبعدين دخلت دخلت القضاء عندنا في البيت الفلاحي في شباك كده معمول بالعوامد الحديد اللي هو بتاع زمان ده نعم لقيت في بطة بلدي وحجم وسط هرائل تحت الشباك تمام بس في كده ده دهل فيه خير ربنا حيدهولك وربنا حيفتح لك أباب الخير وطرق الخير والمتوفى في راحة وفي سعادة وفي نعيم وفي الجنة والله أعلم كذلك اللي اتصل يا جماعة والتلفون الأرضي مكتوب على الشاشة لو حد عاوز يتصل من أي دولة من أي دولة من أنحاء العالم يضيف 002 التلفون الأرضي يحط جدامه 002 يتصل من أي دولة من معانا فضل عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغري وحشني حضرتك ربنا يبركلك يا عبد الرحمن إن شاء الله فيه رؤيتين هقول الأولى وإن أذنت لي حضرتك هقول التانية إن لم تأذن ليه إن شاء الله يبقى في المرة القادمة لو كان قصير هقول لك جول التانية يا عبد الرحمن بإذن الله الرؤية الأولية بالله الرحمن الرحيم ماشي في مكان سفي خضرة منادية نعم ولقيت على الخضرة المنادية مجموعة من الرزم الأموال فئة الميات رزم رزم تمام فعادت أخذها وفي ناس حواليها عن بعد مش شايفينها بس كنت بخذها بنوع إن أنا أحذر إن لم حد تشوفها تمام وبدأت أجمعها من على الخضرة وبعد لما جمعتها وخذتها لقيت قد مني مكان وكأن مستشفى دخلت فيه لقيت فيه دقائي دكتورة خارجة من قبل النصعب وبعدين طوية مجهولة بالنسبالي عرفهاش فنظرت ليها ونظرت ليها وبعدين اللي كانت بتتدري إن أنا هاخد الأموال دي وأحطها في دفتر توفير قبل معاد الحظ بس كده آه دي الرؤية الأولية إن شاء الله هو مضمون المنام في موضوع الأموال والفئة المية الأموال دي رزق طيب جميل الحلال مبارك ربنا حدولك كل فئة المية الله سينصرك على كل حاقد وحاسد قل الرؤية التانية تواصل معنا يا عبد الرحمن معنا مين اتفضل يا مروة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عالوا الصوت يا مروة شوي ممكن أقول حلمين لا قول الرؤية الأولى يا مروة لو كانت بقصرها أقول لتجولة التانية أنا حلمت أنا حلمت النقطة جوزة أبوية تمام وانا أمي بنقول لها عايشي معنا رأيت لأنا عايزة استكري الوحدة تمام أنا عايزة استكري الوحدة نحن قلنا لها وهي عايزة استكري الوحدة وجاب لها عشق وجاب لها عشق وجاب لها عشق 20 ألف جنيه وهي كانت مفتوطة أوي وهو كان مفتوط برضي والحياة كانت تعيدة ما بينهم تمام أول شلم ده خير عظيم جدا لأختك لأن الزواج من المحارم زي الأخ أو العم أو الخال أو الجدة أو ابن الأخ أو ابن الأخت وقيسة على هذا المنوان ده خير عظيم جدا لأختك والله أعلم جوز الرؤية التانية أنا حلمت أنا واقفة فوق فقوش كبير قوي وإن شايف العلم كله وكرونة دي خلتت ولعلم كله نازل خلتت في نفس الوقت في العلم كله بس هنا في صباح مع شخص آرف ولقيت بقى المعاصي رجعت لترع رهيبة بست قلت إيه كله كان فرحانا في نفس الوقت كل الناس كان فرحانا من كهونا خلتت بس في نفس الوقت المعاصي رجعت لترع رهيب وقلنا ذكرونا كثير خمت بترحنوا من معاصي الناس فيها وكلنا تنزل بقى حاجة مش حلوة ومعاوشي تمام أنت متزوجة؟ لا أولا سيمن الله عليك بالصفر الشيء الثاني الكارونة ستزال هذا المرض وهذا الوباء سيزال إن شاء الله وسيرفع أصأل الله جل وعلا أن يكون عن مصر وعن جميع العالم إن شاء الله والله أعلم يتفضل أبو مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحبيب الغالي لو سمحت أقول له رؤيتان زوية منها شايخ يتفضل قول له كلمة اعتاد أول رؤية لو كانت قصر أقول له تقول الثاني أبو مريم أول رؤية المراطح لمثلي اللي فيه ناس ضربين الفكينة ببطني تمام وهي قاعدة تحاول اللي هي تطلع الفكينة دي من بطني فهي خايفة منهم فالمهم قاعدة تحاول لما طلعت الفكينة دي فالمهم كانت تعايز قد حدي فهي جابت لي إزازة فقدت فعل حاجة فسهل هي عما سمع بدري دي جاد بقى وهي رجول انت بقيت حلو يعني في الرؤية ده هو الرؤية بايدال ان في حد يعني اذاك او تكلم عنك بكلام لا يجوز في شريعة الإسلام موضوع السكين جو الرؤية التانية تمام الرؤية التانية حلمت ان فيه طفل متكفن بكفة نبيض وهيدفن عندنا على السطح وبعدين الناس قاعدة تكبر وراحت الدنيا ممطرة الناس قاعدة تقول الله الله أكبر الله أكبر وراحت الدنيا شافية موضوع الطفل ربنا حيحفظكم من المصائب والأحذان انه سيقفن وحيدفن حداكم اوفوق السطح وما شابه ذلك موضوع المطرة الانظار في المنام ده نوع من انواع البشرة الطيبة الجميلة العظيمة لكم في الايام القادمة والله اعلم يتفضل يا ام صابر ايو يا شيخ رأيت في المنام ان امرأة نصرانية تفرزني على كفنها لا لا بالراحة اتكلم بالراحة ان افهم انت ما تقولي ايه بالراحة على مالك رأيت في المنام ان امرأة نصرانية اه متوازني كفن كفن ايوه تمام واختي وليه فيه وفيه رؤية تاني دجيجة دجيجة واحدة الله يصلح لنا وحالك ربنا ما دخلت هتخش بالتاني وهتخش بالتالتة والربعة بالراحة ده يدلل ان اولا الموضوع النصرانية نصر لك ان ربنا حينصرك موضوع الكفن عمر قلوي ستعيشين عمرا كبيرا قل الرؤية التانية الرؤية التانية ان اختي منتقبة وطار دائما ان رجل غريب عنها يراها بوجهها ده ربنا حيصطرها وربنا لن يفضحها ابدا وربنا حيقف معها اسأل الله جل وعلا ربنا يستردنا جميعا فقولي امين والله اعلم اتفضل يا ام عبد الرحمن السلام عليكم ازاك يا شيخ براهيم اهلا يا ام عبد الرحمن اهلا وسهلا منور الشاشات والله العظيم فرحاني اخر فرح انه بيتبصل بيك ربنا بريكلك وتقول في عمرك ام عبد الرحمن الله يخليك عندي رؤية يا شيخ انا حلمت مبارح انا كنت ناهمة بريحزة على انا شوية كده حلمت مبارح ان انا في بيت وبعدين اخت رحت جاية عطياني مفتاح وقيت لي عملي اكل فانا جبت القاس طبخته وطبخت اللوبيا وبعدين مسكت المفتاح فتحت باب الشقة وبعدين رحت قفل باب الشقة وعطيتني كيس مليان بلح وقالت لي خديه كله كله منه ربنا حديك رزق يا ام عبد الرحمن وربنا حتملك امر من الامور وهذا الامر سيكون امر عظيم جدا لك في الايام القادمة والله اعلم معنا ام حاتم فضل يا ام حاتم فضل يا ام حازم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام حازم حضرتك يا سيدنا الشيخ انا حلمت ان انا وقفة ما بين المغرب وليشة تمام ويعني كان الدنيا ايه مش واضحة اوي وبعدين كنت خايفة وقفة في اللي هو غطنة يعني ايه في مكان ما فوش بيوت فوش عمار غطار وبعدين شفت امي واختي جايين علي فانا كنت مرعوبة فلاقيت اختي كده ببصوطة وبتقول لي انت خايفة ليه ده ببص كده لقيت مكتوب على بطني من تحت الاسفل خمس ايات قرآن كل واحدة مكتوب عليها باسم الله الرحمن الرحيم ومكتوب ايه ومن تحت اسم الصورة تمام وكان ده عبارة عن نور بس كده انت متزوجة او معاك اولاد او معايا معاك اديه معايا ستة ربنا احفظهم لك وربنا يبركلك فيهم ان شاء الله في واحد من ضمن الستة دول حيكون لي شأن طيب وشأن جميل وعظيم وحيكون معروف ومشهور في البلاد والعباد وحيكون عالم من علماء المسلمين اسأل الله ان يحفظك ويحفظهم جميعا فقولي امين والله اعلم اتفضل يا ام اسامة بس كي سيخ ابراهيم انا من اسوان اسامة اهلا بك يا ام اسامة واهلا باهل اسوان الكرام اللي يخليك يا سيخ ابراهيم اين رؤيتين اتفضل يا ام اسامة جد الرؤية الاولى ام اسامة الرؤية الاولانية اه والبحر ده جريد نجيل مفهوشي شوك تمام وبعد كده مشيت كده لجي جريد برضو جريد ناعم مفهوشي شوك ناخ فبصت فبصت يعني بعد البحر لجيت مجام المجام بطالح منه طارة بيضة زي بتحت المدينة اللي بتطلع اللي بتجيب الدخانة كده وكده تمام صحيح منها ملفة حتى اللي بكلفت حضيها دي نعم فهي كانت جاعدة وسط شوية حريم وراح تقات يا رب الملفة حدي تاجيني راح تلف تلفت ملفة دي وقدت عليها هي وقدت لفتهاها تمام فبتقول سهيد منه بأختك دي طيبة جدا اه هي طيبة وصالحة جدا وخلبها من القلوب الرقيقة الجميلة العظيمة الحمد لله بس للأسف يا جابة لشوية محن شوية ها جابة لشوية محن او بلاء او تعب او مرض او مشاكل ولكن لما يكون اللي مفوش يشوك وما قيل دا الأمور هتعدي معها والأمور هتسير معها فأقول الحمد لله والله أعلم اتفضلي يا أميرة السلام عليكم يا شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا حلمت ان انا كنت بشقة غريبة كده وفي الحمام طلع من الصفاية تعبانين ما ايه طلع ايه تعبانين تعبانين تمام اه واحد اسود كبير وواحد رفاية ابيض تمام اه بعد كده التعبانين دول خرجوا من الحمام وانا بقيت ادور عليهم في الشقة دي نعم بعد كده ما لقيتهمش تمام والشقة دي كان فيها ناس كتير كده غريبة انا معرفهوش تمام بعد كده ظهر شخص في الحلم انا معرفوش برضو تمام بعد كده قال لي انا وماما واختي قال لي تعالي فيه اوضة هنا تعالي نخش نتغدى فيها ودخلنا تمام دس كده التعبانين دول يدول ان فيه ناس كارهة وحاقدة عليك بس ناس جريبين ولكن هم لا يستطعون ان يفعلوا لك شيء ولا يضروك ولا يؤذوك ودي اصلا بطبيعة حال كثير من الناس الحقد والغل يملى كثير قلوب كثير من الناس الا ما رحم ربي والله اعلم معنا مين فتفضل ام محمد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام محمد يا شيخ يا بنت عمي رأت برؤية اني انا جاعدة على الكنبة في الفرنبا وجايت شكل غاز اخير الطبيعة جايت شكلك حلو جوي فما قولك انت عام لا في الحديد انا اخبره ان جاوزي شوية ناكت وهي حضراهم فما تقول انت عام لا دل واحد قلت لها الحمد لله الحمد لله جايت مش كويسة قلت لها الحمد لله رأيت اعطتنا تلات وراجات وجايت تخودي حالة تبهي الدول بفيهم ورقة الحساب قلت لها انا طب انت صمت الستة البيض قلت لها ايوة انا صمت من ثاني يوم قلت لها زي الحمد لله جايت ورسحيت من النوم واحنا اذنين مطلوقين في قولة الحمد لله الحمد لله بقول الحمد لله ثم الحمد لله لان المنام يبين ربنا انعم عليكم ببعض النعم او كثير من النعم فلابد يكون في صفة الحمد وفي صفة الشكر وان ربنا سيزول عنكم البلاء وسيزول عنكم النكر وسيزول عنكم أشياء يعني كثيرة في الحياة فأقول الحمد لله الحمد لله تفضلوا يا تاني لابن يا شيخ اتفضلي يا ذي ابني هو وزميله جايبين فلوت من دفتر التوفير تمام ده رزق لابنك إن شاء الله سيكون رزقا طيبا والله أعلم اتفضل يا شفيق اتفضل يا شفيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطل التلفزيون يا شفيق وطل التلفزيون ماشي تمام تمام يا سبراهيم تمام فضل حبيبي بقول لحضرتك أنا حلمت حلم كده غريب شوية تمام بقول لحضرتك أنا بشوف الابنة الابنة بشوفها في الشارع نعم بس وخلاص ده كل الموضوع القبلة اللي احنا بنصلي فيها دي بشوفها كبيرة كده على أي يعني كبيرة كبيرة يعني صراحة في الهم الشارع كده تمام بس كده شيخ إبراهيم شكرا ستكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن أهل الإخلاص وطلع لله رب العالمين والله أعلم اتفضل يا أم إبراهيم بابهم يشوفوا قال لي وديهم ما تقلقيش فروحت أجيب لبس أولادي وكده ما لقيتش هدوم داخلية ليهم قعدة أدور في الجلاب أهل الإخلاص لبس داخلي ما لقيتش غير لبس كده حاجة قديمة وقطة فقلت خلاص ألبسها لهم جيت بلبس ابن الصغير لقيت ابن الكبير عمه أخده ونزل فجريت وراء وقلت له أنت أخدته ليه قال لي هو أنا لسه سنة ما تلبسيه أنا لبسه لقيتهم لبسه هدوم الشتوى كتير فبقول له إزاي إحنا في الصيف إزاي ابني لبس الهدوم الشتوية دي كلها هو لبسه عم متن قعدت قال له أقل له اللبس وقلت له إيه هو هيروح بحاجة صيفي ما ينفعش يلبس اللبس الشتوى ده فالمهم أنا برضو بلبس ابن الصغير أم أخدهم تجأة ملقتش ولادي الاتنين معايا أخدهم ومشي مش عارفة تخطفوا ومعرفت وفضلت أدور عليهم لقيت نفسي في مكان بر مطر زي إيطاليا كده بس قدام كنيسة أسرية وجنبها مسجد سمعنا فأنا مسكت الموبايل بس برضو أنا كان في جوايا خوف وقعدت أصور في المكان اللي أنا فيه لأن المكان اللي أنا فيه كان مكان أسري وإيه حاجة عجيبة كده يعني إني أنا إزاي رفت المكان ده بس هو غالبا أنا دايما بحلم بكنيسة جنب مسجد دايما في أحلاني بحلم بكنيسة جنب مسجد أو كنيسة مع مسجد في مدنة واحد يا أم إبراهيم أيه هو أب الأولاد موجود؟ أيه موجود بس أنا منفصلة عنه بدون طلاء من سنين يعني هو ليه يعني أنت حاس أنه فعلا عاوز يأخذ الأولاد أو الجد يأخذ الأولاد ولا دي؟ لا لا هو أصلا رافض حتى يتوصل معهم نهائيا يعني أنا 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 بتمنى أن هو يتوصل معهم وساعد فعلا بقابل عم الأولاد وساعد بيطلبهم مني بدهم له ويروحوا يشوف أبوهم وكذا يعني بس ده قليل جدا يعني أنا بتمنى أن هو أن أولاد يروحوا لنفسيتهم يعني والله دي رسالة نقولها الهالو على الهالو إذا كان لعل عسى يسمعنا أنه هو يكون رحيم بأولاده يعني الإسلام والدين والشريعة والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكون رحماء مع كل البشر ده الإسلام أمرنا أن نكون رحماء مع اليهود عارف اليهود النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعامله بالرحمة هتقول ده يهولي أقولك النبي اللي قال كده سواء كان أي له أي ديانة أو أي ملة تعامله بالشريعة أو بالدين ما بالك لما يكون أولادك من صلبك ومن لحمك ومن دمك الشيء الثاني اللي هو تفسير المنام موضوع الجد وما شابه ذلك ده ربا حيحفظ أولادك من الخطف وحيحفظهم من البلاء وسيحفظهم الله من الفتن موضوع أن هم حيحفظين لبسوه ملابش عكس اللي هو المتوقع يعني لو كان شتة صيف أو شيء صيف شتة ده يدل على الظلم الشديد الذي وقعه والحرمان الذي وقع على الأولاد وديه بطبيعة الحال موضوع أنك أنت يسافر إحدى الدول ده ربا حيعود صبر خير وسيكون خير عظيم جدا لك موضوع المسجد موضوع الكنيسة هذه رسالة إن ربنا جعل في قلبك الرحمة وجعل في قلبك التسامح أسأل الله جل وعلا إن ربنا يجعل قلوبنا جميعا فيها الرحمة والله أعلم تفضل يا أم محمد أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد لو سمحت عندي حم أنا كنت ماشى في سوق وكان فيه بياعين اثنين تمام فأنا كنت ماشى ومعي كيس أسود وفيه صانية وفي الصانية دي فيها 200 جنيه مية ومية تمام فأنا عديت على بياع بصيت عليه ما أرديشي أشتري منه وبعد كده رحت لبياع التاني قلت أنا عايزة فرخة ورحت اديت له وخلات الميتين جنيه دولة الفرسونية اللي هما المية ومية ومسر دي في الدهمله تمام فأنا كان معايا مبلغ فيدي مش عادي فاكرة بس كويس 50 أو 60 جنيه تمام فأنا رحت اديت المبلغ ده وراح في الفرخة أسطحها لي قطع ودهاني في الكيس فأنا رحت لبها الصانية من إيدي قال لي معاكي الميتين جنيه تاني ليه مساعدت الدهمني قلت له لا أمس حدهم لك دول تمام بعد كده رحت سبت ومسيت وكنت لفتة سلسلة سويلة كده وكبيرة في رعبتي وكنت ماشى نيتي في القرية أن أنا رح أدي تعدها في حتة فيها حتى تغيرها عايزة فأرحت عند تعدها وقعدت وقفة قدام المحل وقعدت في أسكارها وقعدت في حتة من النوم أنت معاكي مشاكل أو خلافات في الحقيقة؟ لا حضر ده كان منفصل بس لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني ما أنت منفصلة تقول ما فيش لا خلافات ولا مشاكل وأنت عاوز أكثر من كده مشاكل وخلافات في موضوع الإنفصال وموضوع الطلاق لأن موضوع الذهب يدل على النكد وجود هم وجود فكر شديد أنت عائلة الهم أنت مشغولة أنت متفكري في المستقبل تفكير شديد كذلك في البداية موضوع الفراخ وأن أذكر ربنا سبحانه وتعالى حيعود صبر الخير فربنا ما يقول لك ما تندميش ربنا حدك الخير وسيقدر الله جل وعلا لك القير ولكن أوصيك ومش أنت بس أنا أوصي كل من يسمعنا الآن وأقول هذا الكلام ألف مرة عليكم بالاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والصلاة على النبي والله العظيم ربنا ريح لكم كل الأمور والله أعلم اتفضل يا أم محمد بالله هي رؤية يا ستاة البط خبط بص صغيرة كده لا أم محمد أم محمد أيوة أيوة حدث أنت كنت تحكي مع مين جبل ما تكلمين أنت دعم أنا مش فاهم حي أنت قلت من نص المنام لا دخلت كده الحلم اللي قلت لك فصلتها خلصت أنا بقولي تلقات الباب خبط علي تبت تحت الباب فتحة صغيرة تلقاتني ببص من عني السحرية والصحيات بس كده بس كده آه دي ما روش رؤية اللي حبيبك ما كان ملتهليش بقى الله يخليك هقولها لك بسرعة نعم نعم أنا يا الله ما صلى على النبي لما كان بقيت رؤية قلت لي مفهومة هي رؤية اللي فهر سالة يمكن هم السببت في الله شيء لما قلت لك فيه واحدة ستك بلها بتخسر هي شايتهم أيوة تماما قلت لك وقدت بنتي أخرت بنتي مني وحطتها في الكابانات الحمام في الحمام وقلت لك ما تطوريش معاك يا محمد ليصلح النحالك ربنا بالراحة أيوة أنا مع حضرتك أهو أنا مشروخ بكمبيوتر نعم طرفتك أهو انتو طويتيني معاك أنا قلت لك أنا قلت لك أن ربنا سيزو القورونا مش مش هيت اللي قلت لك كده ولا لاحدة غيرك ليÓ مشهنة أنا صاحبة هذا يعني كقدت ممس break على النبي شو كدت معا حادثة seconds وما كملتهاك وأقلتها علي انا اتلاقت واحدة ست قاعدة البيت ده باتي ومهوش باتي ومهوش مجام باتي وستة كبيرة معها بنت كده زي المعاكة واخدت بنت مني وحطتها للمؤاخذة في الحمام اللي هو القاعدة البلد بتاع الزمان رفتانه بسرعة وقاعدة تغسل هدوم في الحمام وصرعا ما دايت ايدي خدت البيت بسرعة وقاعدت لها انا قارفتك حرجت قاعدة فصالة للمؤاخذة وقاعدت ولابس عباية سودة وراحت رفع العباية ورجلها شكلها وحش وانكسفت كسف يعني للمؤاخذة يعني انكسف بخلصوية قاعدة وبعد واحدة تانية بقول لها هي ديس الست اللي اخده جذوب ادور عليه الاثنان اتلقتهم لما يكون هم الاثنين متفقين عليهم مع بعض واحدة ستة كبيرة والبت الثانية اتلقت راجل كبير جاب مية وكبال على الباب الشقة اللي هي فيها وكل ما اكرق طورت الكرسي يقول اه اه كل ما اكرق راجل كبير بجلابية كب على الباب الشقة اللي هو بيروحها هيا باية هي كأنها باية بس هنشو الزام باية التانية بس كده بس كده المهمة اه خلاص كده الحضار اكرق ضدت الكرسي يقول اه 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 بس كده اه كفلا لحضرمت ايوة الله يبارك فعمر بس خلاص حفصل الله يبارك فعمر انت الظاهر كنت متكلم في برنامج اخر غير البرنامج بتاعنا وقلت الرؤية بتاحت كحيرويد انا اول مرة اسمحها ها ها هوا ها وه rotate كما من نوم او كن انا صراحة افعلا نسى علي.. سوفي علي ولكن على المهم تفسير المنام من لسهلك انت ومن لسبة ابنتك وما اقيل وما ذكر من اول الي اخر الكتير اربنا سيحفظكم من الفتن وربنا سيحفظكم من الحقد والغلة والكرهية والحسد وربنا هحفظكم من امرأة خبters لا تحب لوكم الخير والله أعلم اتفضل يا أم أنس السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا معي يا رؤية يا شيخ لو سمف طعم لي أمر يا أم أنس أنا حلمت يا شيخ أن أنا كنت جاعدة في بيت بس مش بيتي والبيت ده فيه بلكونة البلكونة دي أنا كنت عاملة فيها عشة فراخ تمام عشة الفراخ دي بس بلاط يعني مش طراب بس عشة الفراخ دي فيها بيض يعني فيها فراخ وفيها بيض بس في آخر العشة خالص في بلاطة مكسورة وبكان البلاطة المكسورة دي تعبان أسلد ملفوف على بعضه تمام والبيض كله كويس بس فيه بيضة جنب اللي هي يعني جريبة من التعبان هي دي يعني مشروخة يعني والعشة دي كلها مليانة مي تمام فأنا رحت بقولي الجوزي ده الحق فيه تعبان في العشة بس هو قال لي يعني هو تعبان يعني عمل حاجة في الفراخ قلت له لا راح قال لي خلص ماشي راح جوزي يتلفاء وراح قتل تمام بعد كده رحت أنا طلعت على صوت واحدة بتناديني بتقول لي جاية تستلف مني فلوس بتقول لي ما معاكيش 800 جنيه هسدها للجامعية فرح قال يا شيخ خبط علينا واحد هي ومتكلمني جارتي دي خبط علينا واحد احنا معانا مشاكل معا يعني تمام راح خبط علينا وراح اداني 3000 جنيه تمام هي الرؤية دي خلصت معايا رؤية تانية لو تمحك كلمين وقت آخر يا أم أنس عشروا أفتحتك طويلة موضوع الفراخ وما قيل ربنا أعطاك كثير من النعم نعم ربنا ادهالك موضوع الثعبان موضوع البلاط موضوع ما قيل وما ذكر لفي حد ينظر إليك في هذه النعم لربنا ادهالك موضوع المبلغ المالي يدلن ربنا حي تملك أمر من الأمور لك في الأيام القادمة وهذا الأمر سيكون أمر سعيد جدا لك والله أعلم اتفضل يا أم فارس السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم فارس لو سمحت يا فضلت الشيخ أنا معايا رؤيتين لنا سمحت ما ليه حكيت رؤيتين النهاردة انت قول أول رؤية أم فارس لو كانت قصرها أقول لتقول التانية يا بابا ناش يا فضلت الشيخ لو سمحت يا فضلت الشيخ أنا كنت بها نايمة وحلمت إن فيه تعبان على المحيطة رفيع هو طويل بس رفيع تمام وبص على كويس فلمحته ما اختفى وبص على لقيته ولف على جسمي كله على هاي التعدان كبير وضخم تمام حاولت لنا أحوش من على جسم ما قدرتش تمام وبعد كده أركبت كويس لقيته اختفى من على جسم انت معاك مشاكل يوم فارس من ناحة يلا يشتبلك الشيخ مشاكل أي مشاكل موجودة يا شيخ رب مصلح لك الأمور أصلاً رباً يحفظك ويصونك ويرعاكي ولكن أوصيك إن كنت دائماً تقرأي آية الكرسي يومياً في الصباح والمساء والله أعلم اتفضل يا أم أحمد أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي أخ متوفي فأنا حلمت إن هو مج واحد الفلوس وهو جايد تعالي فأقلت لي فلوس فأنا قلت له أنت بتعديني الميتانات ليه ما تعديني من الميتانات ليه أعديني من الميتانات تمام فأنا قم المفروض أنا كنت عالفها في رؤية فروحت لقيا وقال لي أخ يعني لسه عايش ربنا يديه الصحة فأقول له 20 جنيه قال لي ليه قلت لهم هالفلوس عشان تكملتها يبقى الـ 20 جنيه تمام ده الرؤية الأولانية ذا يدل إن المتوفدة في أجر وفي سواب وصل إليه في قبرك في قبر عفوا أما بالنسبة لك أنت بالنسبة لأخوك في حد حديك حاجة حتفرحك وحتسعيدك ممكن يكون مال ممكن هدية ممكن يكون أمر طويل حاجة معينة يا ربنا حد ذلك أنت حتكون فرحانة وحتكون سعيدة بها طيب في رؤية جانية بعد إذن حضرتك فضالي أنا حلمت برضو لي أخ متوفي جاني وحلمت من أخوك المفروض كانت لدي دالي الدعم المتوفي وهو نايم لسا كده فأنا بقوله هو الكفة اللي جوب فسكت بذل إن أخوك المتوفى يحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى ذكر يعني اللي خد الفلوس دي محتاج إلى دعاء أيوة والله أعلى أتفضل يا أم أحمد السلام عليكم من فضل الشيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا من فترة كده حلمت إن جاهدت ببيتنا فالجماعة جابولنا لحمة عشان هما بيوزدوا اللحم يعني في زي بناءنا في البيت تمام فبيتقول لنا أخد دولة جايدة لهم لكم هدية نعم اللحمة دي فبفتحي أنا جيدها شرايح حمرة تمام فولادي أنا يعني بيحبوا اللحمة حمرة ويحبوش البرد ففرحتي بيهم على أساس النقيية كلها حمرة تمام فجي سلف اللي هو أخو جوزي فجيب اللي جيني اللحمة في البيت فبيقول لي آه دايبين اللحمة من حضرها قسمة فليقتسي فخد نصه تمام بس كده وإنهاردة حلمت إن أنا بجيجة بجيجة آه سمع ذا يدل إن ربنا قسم لكم رزق وربنا حيديكم خير في الأيام القادمة بس إينا نوعيتي الخير إينا نوعيتي الرزق هيأتى عن طريق مين الله أعلم موضوع اللحمة وما قيل وما ذكر والله أعلم يتفضل يا أسماء ألو سمع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لك يا سيخة أنا حلمت بأنا مطلقة نعم حلمت بحميتي إن إحنا أنا وهي عاديين بنحشي محسي حالة صغيرة بس البيت كله يعني هو فيه ناس كتيرة بس البيت فاضي مفيس أي حد فيه غيرانا وهي تمام وبنلف محسي وبتقول لي ولا شفت رز ولا شفت أي حاجة بس شفت إن أخي السبعين بنخطهم أنا وهي هي دي مرات باباوة وحلمت لجيجة لجيجة نعم المحش ده كان إيه نوعيت المحش إيه؟ آآ كرم تمام كميلي أخو أة ابن عمو ابن عم طليقي جي ندى عليا من بيتنا ونزلت معيا ومشيت بيقول لي بي حد في السمع بيطلع هو نار من عينيه ببص في السمع لقيت اني ونص واحدة سبت وأنيها حامرة دم وبيقول لي تماني أمني 3 ويدعيلها يعني فانا ارتدعت وقلت يا ربي ان انا ارجع ليه تاني تمام ومشينا بالعربية انا وابن عمه ورجعت تاني ركبت مع عمه في نفس العربية ولقيت عماته وهم الممين في بيت بس البيت معرفه وانا بعد كده قابلت خالي الصغير وقعته على كرس بعجل بس هو مش عاجز ولا حاجة بس على باب شغله فانا مش عارفة ايه دون وانا انا وحماته وانا منفصل عنه قاعدة في نفس البيت اللي انا كنت قاعدة فيه في حد عملك مشاكل من اقارب طليقك سلايفي وحماته وهم سبب طلاقه بس كده بس ابنتها كده بكتبها مبارح يعني انا احلمت الحين ده اول مبارح كده بكتب بنتها مبارح ما لاش علاقة بكتب الكتاب ولا عقد القرآن ولا حاجة لان معنى انا كنت وقعت في مشاكل عميقة جدا والسبب ان هم اقارب الزوج والمنام يبين ان الزوج ده في صفات كويسة في صفات طيبة ولكن هو اصلا لما يكون زوج في بيت عائلي ما لا بد ان يحصل مشاكل ويحصل قيل وقال وقيسي على هذا المنوان اصأل الله جل وعلا ان ربنا يفرج لك الهم ويسل لك الامر والله واعلام اتفضل يا امه شعيب السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام اهلا يا فنن بيك اهلا بيك يا فنن منور الدنيا رب الابريكت يا باب لو سمحت يا شيخ اخويا هو اللي حلم الفيلم ده اتفضل يا تمر يا اخو حلم اللي هو رايح بتخوف لا الباب بتاع باب الشاقة ده بالدهدق الباب الخشب تمام بالدهدق خالص نطوش حتة سليمة اه دخل لقى الصالة جيه ضيئة جدا وضلمة مش سلطة ضيئة خالص طرق كذا تغيارة والجنب باب الشاقة فيه قوضة لقى البنت الكبيرة نايم على ظهرها اه فرد ايديها وفرد رجليها تمام اه جراحها يجري علي وتعبانة نعم اه كارا يجري عليها يقومها وغدت حضنه اه رح تسمع ست مراته بتقوله وسبها قال له هش رح اه رح اه رح اه خد البنت تحضن وقومها بعدها القوضة فيها شباك رح وقف بها جنب الشباك لقى اه قدام الحيطة كده قدام الشباك في حيطة اه طوب اه لقى الطوب دوت مولع نار الطوب ده مولع نار جميلة قوي وطلع منه لسل لها في كده نار بس كده هو الاخ ده شغال ايه شغال يعني عندنا بتاع دوت اه كفاتيريا هو يعاني من تعم او مرض هو اه لا او في مشاكل او خلافات او في قضايا معاه في المحاكم لا 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 اصأل الله ان ربنا يبعد عني الفتن امين يا رب وان ربنا يزول عنه الهم والغام والضيق لان الظاهر في المنام ان هذا الرجل يحاط بسلسلة من الناس الخبيثة القذرة اللي هي قلوبه اسود اسود من السواد اعيوة اصأل الله ان ربنا يعدد الامور على خير والله اعلم وان راح كان راح بتاخوه مش بيتنا بتاخوه المتوفي مش شرط بتاخوه بتعمه والله اعلم طب انا حلمت يا شيخ انا حلمت في اخر رمضان حلمت لانا باكل رز بلبن بس رز بلبن طعمه جميل اوي 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 عمرت حياتي مدوقت زاني ومعمول بالشوكولاتة البيضة وفي حاجات ياما وانا بس عملا بيأكل بس كده دا يدل ان قلبك ابيض من ضياد اللبن قلبك فيه الصفاء وفيه النقاء وفيه الطحارة لست انسان حاقدة او جاحدة او كارهة او حاسدة على احد والله اعلم فمورين امر اتفضال يا مروة ايوة يا شيخ اتباكش خبراين الحمد لله يا مروة تليفزون يا مروة حاضر بقول والله يا شيخ انا دايما فيه حلم بتقرر معايا تحلم دايما ان السنان بتؤكده دا خير جدا يا مروة الناس والله يا شيخ انا على طول من السلم دا الناس يا مروة ما تكون دايما عندها القلق وعندها الديق في موضوع الاسنان دا عالم الاسنان دا كبير اوي موال عظيم ولكن لما توقع بذات لو يقعت الاسنان كلها يا مروة يدلل اوات عمرك طويل ستعيشين عمرا كبيرا الشيء الثاني ربنا سيحفظك من النصائي والاحذان والاوجاع والآلام الحمد لله يا شيخ اقول حضرتك كمان شلم نعم اقول حضرتك كمان شلم اتفضل على شرؤية بتاعتك قصيرة يا مروة طيب ماشا ايوة بشوف يا شخص بيت جارتنا بيت جارتنا عند بيت ابويا شفت مرة البيت دي ان هو بحيئة جامع او زي مقام او جامع فانا وقفة ببص عليه هو شكله جميل جميل او يعني فببصة عليه لقيت حاجة ان جوا حاجة في منتهى الجمال باقي الطووس كبير حاجة كبيرة فيه جوا كده وعن ما لازم بتردد قادة قرآنية وحاجة وانا وقفة وشايفاها فخالتكت معدية فانا قلت لها تعالي تعالي شوفي شوفي الحاجة الجميلة اللي انا شايفها دي قالتلي انا مش شايفة حاجة فانا اللي كنت شايفة الحاجة دي فدخلت انا خدتها ودخلنا جوا الجامع وبقيت قاعدة فيه انو ما مش فاكر مش يعني مش عارفة بقى هاي جامع او مقايم حاجة زي كده يا شي دلوع من انواع البركة يا مروا في حياتك وانت انسان تحب العلم والعلماء والفقه والفقهاء واندك الحب بالفطرة والله اعلم ماشي تموري امر معانا اتصالات كذلك الهجرة لأهل الفساد لم هما يهاجروا هذا نوع من انواع العذاب ونوع من انواع الكرب لما واحد من اهل الفساد يعني انسان صالم يرى بانه هاجر دا يدلل ان هو سيقع في بلاء عظيم وسيقع في كارثة وسيقع في نصيبة معانا مالك اتفضلي يا اسماء حضرتك يا حضرت الشيخ انا بقى لي حوالي سنة عندي متابية مختلفة انا وجوذي تمام لان عندي مشاكل كترة او في البيت فحلمت ان في يا اسماء نعم يا مولانا انت عايش في البيت مع زوجك وحديك ولا في عائلة معاكم لا لا معايا اتنين من ثلاثي معاك ايه معايا اتنين من ثلاثي وحماية وحماية متوفية تمام بس هم بيعني معايا مساكل كتيرة تمام وطبعا بسببهم بيعني معايا مساكل وعندها ضغطات كتيرة فانا بقى لي سانة هنا عند بيتولدي تمام لان انا طلبت انوا يطلعني في بيت بره فهو مرافض معاك اولاد معايا خمسة خمس اولاد معايا خمس اولاد رب نصلح لكل امور يا بابا فضل فاني اولانا انا حلمت ان مرة اخويا والدها كان طيب اوي المتوفي بقاله حوالي سنة فحلمت انه اخدني وداني الشقر اللي بتاعت اصلا في البيت فلما وداني الشقر انا اولادي الخمسة وقفين وهو راح عيني الحطام بتاع الشقر كلها هدها فلما هدها لقى تحت في الاساس كأن الاساس بقى عامل زي نيسة كده صغيرة طعمية وكب المياه كلها ونظف الاساس وخلاه ابيض ابيض جدا بتاع الشقه كلها فقال لي خلي بالك وحرصي وما تخليش حد يرجع يحط في حاجاتي تمام فبعد شوية اما طلعت زي ما كنت انا كنت طلع الجبل ويشرب او حاجاتي كده اما طلع حد البت ضرر فانا حماية متوفي فرقيت حماية قاعد وقاعد في مكان اللي بقعد فيه قبل مموت ووشه اصفر قوي فبقول له انت بتصلي بقول له انت بتصلي يا عمي وقال لي لا اعملي بيدو كده اصور بيدو يعني مش مهم تمام فبقول له عايزت حاجة بها لك بقول لي انا جعان اوي فدخلت اجيب له اكل فدقلت عندي في التلاجة جبنة وعسل وعايش ناسف تمام فطلعته له فهو كان منه شبع فما دخلت الشقه ابو اللي هو كسح لي المياه اللي هو بالله حطيتك عليه قال لي يا بنت الصابرين في نعيم وانت ليك الجنة تمام فبس اول رؤية لما كسح المياه قال لي يا بنت الصابرين في نعيم يا اسماء يا اسماء على الفور يا اسماء تروحي لزوجك وتاخد اولادك وتروحي له وتحملي واصبري ولك الجنة والرؤية ما تقول لك يا اسماء حاول انك انت تعالجي الامور بحكمة لان الطلاق يا بابا خراب الطلاق فيه ظلم عظيم جدا جدا قبل ان يكون لك سيكون لأولادك ومش هتعيش طوال عمر كنت معاهم في شقة هاي يوم من ايام وانك انت هتخرج او هم هتخرجوا من البيت فحاول انك انت عشان خاطر اولادك ترجاع البيت وتعالجي الامور بسلاسة اللهم اعلم معانا ام الشريفي بالسلام عليكم يا شريفين والصدق واليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام الشريف انا انك انت تسضبت بقلك ف blonde قبل كده اقول ان ان انا homme افصدد في الكعبة لما كنت اش واقف فوق الكعبة لو فوق الكعبة انا فصرتلك لان اختلف فوق الكعبة انما لما يكون لما يكون بجوار الجوار السلاح ومن اهل الفلاح ومن اهل الطاعة لله رب العالمين والله اعلى الحمد لله ايو اولي معانا يا شيخ معي رؤيتين كده بصفة حسن انا كان بنتي مخطبة وصفة خطبة فانا عايز اشوف رؤيتين دوله يدوله حانا يرجع لا انا حاقل بنيك رؤية واحد بس عشان وقت البردامج طيب انا شبت طيب انا شبت ان هم هنيا ركبة معا في العربية ورايحين زي اشبه مكان التجامل تمام وبعدين فالزبط هو ضابط افن في الحقيقة رائد فالزبط بقولوله لو سمحت انزل يعني رايحين زي اشبه مكان كده ايه انه ممنح حد يخش فيه فبقولوله لو سمحت رقصات قاله انا الرايد متحس كريم متحس فقاله طيب واللي معاك دي قاله ده دينور خطب قاله طيب لو سمحت انزل كنت على جنبوس بها النهي قاله لا لا ما حدش هيخدها مني وراح واخدها وراح واخدها وراح ماشي بيها دي رؤية اولي التانية ده ربنا اتجمع ربنا حيجمع لك الامور وربنا حيسلك الامور وربنا حيغير الامور في حياتك وفي حياة بنتك للأحسن والأفضل والأجمل لك في الايام القادمة معنا اتصالات ولا الوقت خلاص انتهى بتاع الحلقة ان شاء الله حكون معاكم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع في الساعة السالسة مساء بتوقيت القاهرة انتظرونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة